جاء فيما رواه أصحاب السلام حدها بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة ثم قال فإن صلحت فقد أفلح وأنجح صلحت يعني جاءت صالحة كاملة وإن فسدت فقد خاب وخسر هذه الحالة الثانية الصلاح وهو الكمال والحالة الثانية الفساد ومآل صاحبه الخيبة والخسار الحالة الثالثة النقص فإن انتقص من فريضته شيء هنا لم يكن النقص موصل إلى حد الفساد إنما نقص دون الفساد فإن تقص من فريضته شيء قال الله تعالى انظروا لعبدي انظروا هل لعبدي من تطوع انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ولهذا جميع التطوعات تكمل بها الفرائض من جنسها فتطوع الصلاة تكمل به الفرض من جنسه تطوع الصوم كذلك وهل مجر